منطقة الأهرامات كان فيها حفل زفاف أسطوري للملياردير أنكر جين ويمكن ناس كتير قوي بتتكلم عن حفل الزفاف ده أنكر جين وآريكا هامند اتجوزوا نشروا صور حفل الزفاف على صفحتهم الأسمية على فيسبوك وحصل عليها تفاعل كبير جدا خصوصا أنه حدر الحفل الزفاف عدد كبير من مشاهير العالم غنى فيه من أشهر المغنيين والدي جيز العالميين كمان من اللطيف قوية مصطفى أن زاهي حواس هو الأقام مراسم الزفاف هو أصلا الدكتور زاهي حواس من الناس اللي صحبتهم في جولة لما كانوا مخطوبين في أهرامات الجيزة وعرفتهم على جمال الحضارة الفرعونية وفي الحقيقة فيه اتجاه علامي كده أن أي اتنين مخطوبين أو متجوزين أو عندهم بيبي أو حيتجوزوا يجوا مصر في أوراق كتيرة منشورة في القصة دي بيقولون ده وجودهم عند صفحة أحد الأهرامات أو في أحد المعابد بيدي للمولود الجديد طاقة يمكن شفنا كمان صور لكذا واحدة حامل وزوجها بيشير لبطن زوجته قدام معبد الكارنك شفنا صور برضو قدام الأهرامات ففيه اتجاه علامي حوالين ده وفي الحقيقة دي بتبقى أحلى دعاية لمصر عاودة للموضوع زوجة الملياردير الهندي أنكر جين هي عارضة الأزياء إيريكا هاموند هي في الحقيقة قبل ما تبقى عارض أزياء هي نجمة سابقة في علام المصرعة تحديدا في بطولات الـ WWE وعموما الحفلات دي مش بس بتساعد على الترويج للسياحة الأثرية في مصر هي أيضا بتؤكد عظمة الحضارة الفرعونية وبتؤكد صحة مقيل عن القدماء المصريين أنهم عندهم أسرار مش موجودة غير عند حد زيهم في العالم كله وخصوصا لما بنشوف مشاهير كتير جدا بيسعوا لإحياء هذه الحفلات عندنا بطريقة مميزة ومبهرة من خلال الظهور في هذه المناطق الأثرية المصرية أنا عايز أقول لك يا مصطفى كمان أنهم لسه موجودين لغاية دلوقتي في مصر بيعملوا حاجة أفتر بورتي للفرح بتاعهم الفرح أسطوري مع أنهم ما عندهمش فالويس كتير قوي على السوشيال ميديا لكن الصور بتاعتهم لقيت رواق كبير قوي عند مستخدمي السوشيال ميديا أو مواقع تواصل اجتماعي بقى عندهم فعلا فالويس كتير بسبب الفرح الهلامي اللي هم عملوا فرح فعلا أسطوري الصور كانت حلوة قوي كل حاجة فيه كانت جميلة هم لغاية دلوقتي لسه بيحتفلوا كمان في النيل وبيركبوا فالوكا والشرع مكتوب عليه اسمهم حاجة لطيفة قوي فعلا أعتقد أن هتشجع ناس كتير قوي الفترة الجاية أن هم يجوا يعملوا أفرحهم قدام الهرم وزي ما انتا قلت أنه أصلا فيه تراندس كتير قوي بتحصل فترة دي قدام الهرم من حاجات اللطيفة قوي كمان